أولاً أنا والله ما سامع يعني اعتراض اللاعبين لكن تليوم الكوتية أكيد الخيارات السكن محدودة مثل بيقول ودوله عدد كبير من فتاة قد جوان ما يسافر يختار أفضل الفنادق فالظاهر يجوز الفندق هناك يعني هذا مكانتان ما يشايفه والله حقيقة لأما تقول يختاروا ملعب الكوت أكيد في فريق كبير مثل هذا القوجة ومنهي شعناصل لازم يختار ملعب ذات عرضية جيدة حتى يقدر يقدم مستوى جيد ولكن يقدر يختار مباراة الاتحاد السعودي مباراة مهمة صعبة أيضاً يعني تحدد مصير القوة الجوية تقريباً خلال الفترة القادمة تحضيراتكم يعني مو تحدد مصير النموة الشيء الأكبر إذا راح تجوية واستطاع حقق نتيجة إيجابية راح يمكن يضمن شيء كبير من مثل ما يقولون أنه يعبر المجموعات جوية مستعدة أنا أعتقد وعنده لاعبين جيدين وعنده بودلاء جيدين وحتى ضغط المباراة أعتقد الكادر مطلع الأمور يقدر يدور اللاعبين وما راح يمكن يتأثر علي ضغط المباراة وأتوقع نتيجة إيجابية يوم السنين إن شاء الله جميل وأنا حقيق على هذا الموضوع طبعاً كل مكان نشوفك رئيس نادي ناب رئيس نادي بالإدارة ما عندك مشكلة المهم تخدم القوة الجوية نخدم القوة الجوية قبلك أخ قال لي أنت عندك منصب ومندير السلامة قلت لتتمشتب أنا ما عندي أي منصب بالنادي أنا أعوضها عامة فقط لكن شفتوني بأربيل رحت اشتغلت وقدمت جهد لأنني أنا نادي محتاجني وأمتلك خبرة إدارية واستعانا بي فقدمت اللي أقدر علي وصوت وإيش شغل مثل ما يقولون والقاص ودان يعرف وأنا هذا اللي يهمني ما يهمني أنه واحد يقيمني أو يقول لي عافية أو لا أنا الجمهور المهم يقيمني وجنابكم أنتم يعني الإعلام الرياضي